بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرتي فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي يا شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشة الآية رواه الترمذي والنساء إن من الأمور الجديرة بالعناية في باب إصلاح القلوب معرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان واللمة ما يقع في القلب من خطرات فيقف المرء الناصح لنفسه عند كل خاطر يخطر في قلبه ليعلم أهو من لمة الملك أو من لمة الشيطان ويمعن فيه النظر بعين البصيرة وضياء العلم ونور التقوى كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإن تبين أنه من الملك حمد الله وأنضاه وإن تبين أنه من الشيطان تعوذ بالله منه وتوقاه ومن يتأمل حال القلب مع الملك والشيطان يرى عجبا فهذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة فإذا ألم به الملك حدث له من لمته الإنشراح والنور والرحمة والإخلاص والإنابة ومحبة الله وإيثاره على ما سواه وقصر الأمل والتجافي عن دار البلاء وإذا ألم به الشيطان حدث له من لمته الضيق والظلمة والهم والغم والخوف والسخط على المقدور والشك في الحق والحرص على الدنيا والغفلة عن الله والناس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله فمنهم من تكون لمة الملك له أغلب من لمة الشيطان وأقوى وهو يقذف في القلب الصدق والعدل واتباع الهدى ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وهو يوسوس في القلب العقائد الفاسدة والظلم واتباع الهواء فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره وآخر نهاره أطول من ليله ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر زمنه ليلا كله ومبدأ العلم الحقي والإرادة الصالحة من لمة الملك ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم الشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن ذكره وسوس فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأا لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب ومن النافع والمفيد في هذا الباب أن يعرف المرء أسباب دنو الملائكة منه وأسباب تباعدها وأسباب دنو الشياطين منه وأسباب تباعدها ليأخذ بأسباب الخير والسلامة وليجانب أسباب الشر والهلاك فإن دنو الملائكة من العبد خير ورحمة ودنو الشياطين منه شر وهلك والذنوب والمعاصي تباعد الملائكة وتقرب الشياطين قال ابن القيم رحمه الله ومن عقوباتها أي الذنوب أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به وتدني منه عدوه وأغشى الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فيقول الملك عند الموت لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره ويحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويعده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق وإذا اشتد قرب الملك من العبد ألقى على لسانه القول السديد وإذا بعد منه وقرب الشيطان ألقى عليه قول الزور والفحش وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الملك ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان فالملك يلقي بالقلب الحق ويلقيه على اللسان والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده فإنه ضيفه وجاره وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم وإذا كان بن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين ومن النافع أيضا في هذا الباب أن يعرف العبد الضوابط التي يميز بها بين لمة الملك ولمة الشيطان وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه منها أن ما كان لله موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الملك وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان ومنها أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة صاعدة إليه فهو من إلقاء الملك وما أثمر ضد ذلك فهو من إلقاء الشيطان ومنها أن ما أورث أنسا ونورا في القلب وانشراحا في الصدر فهو من الملك وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان ومنها أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من الملك وما أورث قلقا وانزعاجا واضطرابا فهو من الشيطان فالإلهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الله فللملكي بها اتصال وبينه وبينها مناسبة فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلبا يناسبه فتكون لمة الملكي بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات فإلقاء الشيطان ولمه به أكثر من لمة الملك وقال رحمه الله ومن الفرقان أيضا أن كل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله نشيطا مسرورا نشوانا فإنه وارد ملكي وكل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله خبيث النفسي كسلانا ثقيل الأعضاء والروح يجنح إلى فتور فهو وارد شيطاني ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب في القلب معرفة بالله ومحبة له وأنسا به وطمأنينة بذكره وسكونا إليه فهو ملكي إلهي وخلافه بخلافه ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب صاحبه تقدما إلى الله تعالى والدار الآخرة وحضورا فيها حتى كأنه يشاهد الجنة قد أزلفت والجحيم قد سعرت فهو إلهي ملكي وخلافه شيطاني نفساني ومن الفرقان أيضا أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمر والإخلاص والصدق فيه فهو إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني ومن الفرقان أيضا أن كل وارد استنار به القلب وانشرح له الصدر وقوي به القلب إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني ومن الفرقان أيضا أن كل وارد جمعك على الله فهو منه وكل وارد فرقك عنه وأخذك عنه فمن الشيطان ومن الفرقان أيضا أن الوارد الإلهي لا يصرف إلا في قربة وطاعة ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة فمستخرجه الأمر ومصرفه الأمر والشيطاني بخلافه ومن الفرقان أيضا أن الوارد الرحمنية لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف بل يصدق بعضه بعضا والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضا أعاذنا الله أجمعين وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه سراطا مستقيما وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة